السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم من مقرر مبادئ الاقتصاد نعود إليكم عزاء الطلاب والطالبات من جديد فأهلا ومرحبا بكم من الوحدة الثالثة وحدة العرض والطلب درسنا السابق كان عزاء الطلاب والطالبات عن مرونة الطلب السعرية تناولنا مجموعة من النقاط النقطة الأولى كانت ما هي مرونة الطلب السعرية هي درجة استجابة أو حساسية الكمية المطلوبة للتغييف في سعر السلعة ونقصد هنا عزاء الطلاب باستجابة أو حساسية هي ردة فعل المستهلك تجاه التغير في الأسعار وبالتالي تتغير لديها الكمية المطلوبة أي أنه إذا حدث تغير معين في سعر السلعة يخبرنا مقياس المرونة ما إذا كانت الكمية تتغير بدرجة كبيرة أي حساسية عالية أم بدرجة طفيفة فتكون الحساسية منخفضة انتقلنا بعدها إلى حساب معامل مرونة الطلب السعرية الصياغة الأولى هي ED تساوي نسبة دلتا QD وتعني نسبة تغير في الكمية المطلوبة تقسيم نسبة دلتا P وهو تغير في السعر نستخدم هذه الصياغة عندما تكون المعلومات المتاحة هي النسبة المئوية للتغير في الكمية فتكون الأرقام في السؤال على شكل نسب نستخدم عزاء الطلاب والطالبات هنا الصياغة الثانية وهي ED تساوي دلتا QD وهي تغير في الكمية المطلوبة تقسيم دلتا P وهو تغير في السعر ضرب P وهنا نقصد السعر السابق تقسيم QD وهو الكمية المطلوبة السابقة متى نستخدم عزاء الطلاب والطالبات هذه الصياغة عندما لا تكون لدينا نسب واضحة في السؤال أي لدي الأسعار قبل وبعد التغير وأيضا الكمية المطلوبة قبل وبعد التغير أخيرا عزاء الطلاب والطالبات تناولنا أنواع مرونة الطلب السعرية وكانت خمس أنواع من المرونة اليوم بإذن الله تعالى ننتقل إلى درس جديد وهو أن تعرف وتحسب مرونة العرض السعرية فهنا انتهينا من مرونة الطلب ننتقل الآن إلى الشقة الثاني من السوق وهو مرونة العرض نستذكر سابقا أن العرض يمثل جانب من؟ أحسنتم بارك الله فيكم جانب المنتج أو الباع إذن مرونة العرض السعرية وفقا لقانون العرض فإن زيادة السعر السلعة تحفظ المنتجين على زيادة الكمية المعروضة منها بكل تأكيد ونقول أن العلاقة هنا علاقة طردية إذن علاقة طردية لأن زيادة السعر ستؤدي إلى زيادة الكمية إذن ستكون علاقة طردية بين سعر السلعة والكمية المعروضة ونريد الآن أن نصل إلى قياس كمي لمقدار التغير النسبي في الكمية المعروضة بكل تأكيد نتيجة للتغير بنسبة معينة في سعر السلعة وهذا ما يقدمه لنا معامل مرونة العرض إذن عزائي الطلاب والطالبات يمكن أن نحدد ما هي مرونة العرض السعرية ما هي مفهومها مرونة العرض السعرية هي مقياس لدرجة استجابة التغير في الكمية المعروضة للتغير في سعر السلعة إذن معامل مرونة العرض عندما يتغير لدي السعر في السوق بكل تأكيد ستتغير الكمية المعروضة معامل مرونة العرض سيستنتج لي مدى استجابة هذا التغير من خلال حسابها بالأرقام إذن إذا حدث تغير معين في سعر السلعة يخبروني مقياس مرونة العرض ما إذا كانت الكمية المعروضة تتغير بدرجة كبيرة أي مرونة عالية أم بدرجة طفيفة وتكون المرونة هنا منخفضة إذن أعزائي طلب الطالبات نلاحظ هنا أن مرونة العرض تشبه إلى حد كبير مرونة الطلب لكن الطلب ستكون علاقة فيها عكسية وتختلف الاستجابات فيها أما العرض ستكون طردية وأيضا تختلف الاستجابات فيها وسنوضعها في الأمثلة التالية من خلال معرفة قوانين أو صياغات حساب مرونة العرض إذن كيف نحسب مرونة العرض؟ لحساب مرونة العرض نستخدم إحدى الصياغتين التاليتين هو مثل الطلب لدي صياغتين الصياغة الأولى نستخدمها إذا كانت المعلومات المتاحة هي النسبة المئوية للتغير في السرعة فعفوا في السعر والكمية إذن سيكون الصياغة بهذا الشكل ES نقصد هنا بS هي العرض فمرونة العرض تساوي نسبة دلتا QS تعني الكمية المعروضة فهي نسبة التغير في الكمية المعروضة تقسيم نسبة دلتا P وتعني نسبة التغير في السعر إذن هذا بالنسبة للصياغة الأولى تشبه إلى حد كبير صياغة الطلب فرق لدي هنا S S تعني الكمية المعروضة نتناول مثال إذا كان ارتفاع السعر بنسبة لاحظوا هنا عزائي طلاب ارتفاع الارتفاع كان بنسبة 10% بنسبة للسعر فسيؤدي إلى زيادة الكمية المعروضة بكل تأكيد لأن العلاقة طردية بنسبة 20% سوف نقوم الآن بحساب مرونة العرض بتطبيق هذا القانون إذن أقول ES تساوي نسبة دلتا QS تقسيم نسبة دلتا P نسبة دلتا QS تساوي 20 نسبة التغير في السعر نسبة دلتا P هي 10% الناتج سيصبح 2 هنا طبعا أعزاء الطلاب الناتج عكس مرونة الطلب مرونة الطلب يكون بالسالب هنا لأن علاقة طردية فسيكون بي الموجب ننتقل إلى الصياغة الثانية نستخدمها إذا توفرت معلومات عن الكمية المعروضة والسعر قبل وبعد التغير فهنا ليس لدي نسب محددة في السؤال لدي فقط الكمية المعروضة قبل وبعد والسعر قبل وبعد فكيف يتم حسابها من خلال هذه الصياغة E S مرونة العرض تساوي دلتا Q S التغير في الكمية المعروضة تقسيم دلتا P التغير في السعر العلامة بينهم ضرب P تعني السعر السابق Q S تعني الكمية المعروضة السابقة سيتوضح لنا من خلال تطبيق مثال انخفض سعر السلعة من 12 ريال نلاحظ هنا لدينا انخفاض إلى 9 ريالات إذن كان السعر السابق 12 ريال أصبح 9 ريالات مما أدى بكل تأكيد إلى انخفاض الكمية المعروضة لماذا؟ لأنه قلنا سابقاً أن العلاقة ضردية في العرض من 600 وحدة إذن كان العرض منها 600 انخفض إلى 500 وحدة إذن الآن نقوم بحساب مرونة العرض من خلال هذه الصياغة إذن نقول E S تساوي دلتا Q S وهي ليست معلومة لدي سأقوم بحسابها تقسيم دلتا P تغير في السعر لست ظاهرة لدي سأقوم بحسابها ذر P السعر السابق Q S موجودة في السؤال إذن نقوم بحسابها لدي هنا دلتا Q S 600 هنا نطرحها من 500 ستصبح الناتج هو 100 إذن التغير في الكمية المعروضة هو سالب 100 لماذا سالب أحسنتم لأنه انخفاض نحسب الآن تغير في السعر كان السعر 12 ريال ناقص 9 ريالات يصبح الناتج هو 3 ريالات فتكون هنا سالب ثلاثة لماذا سالب؟ قلنا لأنه لدي هنا انخفاض العملية هنا ضرب السعر السابق هنا 12 ريال تقسيم الكمية المعروضة السابقة 600 أقوم بحسابها يصبح الناتج 0 بوينت ستة وستون إذن هنا قمت بحساب مرونة العرض بالصياغة الثانية يلاحظ أن طبيعة العلاقات طردية بين الكمية المعروضة والسعر تجعل قيمة معامل المرونة دائما موجب بعكس أعزائي طلاب الطالبات الطلب تذكرون مرونة الطلب كانت دائما بالسالب وكنت أن أحتاج وكنت عفوان أحتاج أن أضعها في قيمة مطلقة لتحويلها إلى الموجبة هنا في حساب مرونة العرض لا أحتاج إلى وضعها في قيمة مطلقة لأنها بكل تأكيد دائما تكون موجبة بسبب العلاقة الطردية بين السعر والكمية المعروضة إذن عزائي طلاب الطالبات نصل الآن إلى نهاية درسنا نتناول خلاصة الدرس تناولنا في البداية مرونة العرض السعرية قلنا أنها مقياس لدرجة استجابة التغير بين الكمية المعروضة والتغير في السعر أي أنه إذا حدث تغير معين في سعر السلعة يخبرون مقياس المرونة العرض ما إذا كانت الكمية المعروضة تغير إما بدرجة كبيرة مرونة عالية الطالب درسنا السابق إذا نعرف مرونة العرض السعرية وقارم بينها وبين مرونة الطالب دعونا نبدأ بمرونة العرض السعرية مرونة العرض السعرية هي عبارة عن مقياس لدرجة استجابة التغير في الكمية المعروضة للتغير في سعر السلعة أي أنه إذا حدث تغير معين في سعر السلعة يخبروني مقياس مرونة العرض ما إذا كانت الكمية المعروضة تتغير بدرجة كبيرة مرونة عالية أم بدرجة طفيفة مرونة منخفضة ننتقل الآن إلى مرونة الطلب مرونة الطلب السعرية هي درجة استجابة أو حساسية فالحساسية تكون فقط في الطلب بحيث يمثل حساسية أو تفاعل المستهلك مع ارتفاع الأسعار إذن درجة استجابة أو حساسية الكمية المطلوبة للتغير في سعر السلعة أي أنه إذا حدث تغير معين في سعر السلعة يخبروني مقياس مرونة الطلب ما إذا كانت الكمية مطلوبة تتغير بدرجة كبيرة أي حساسية عالية أم بدرجة طفيفة فتكون الحساسية بكل تأكيد منخفضة إذن أعزائي الطلب والطالبات هنا مقارنة بين مرونة العرض السعرية وبين مرونة الطلب السعرية يجب أن نركز عليها تركيز قوي من أجل معرفة الفرق بينهما أيضا يجب أن نعرف الصياغة كل من حساب مرونة الطلب وحساب مرونة العرض وأيضا أن نركز على الرموز فعلى سبيل المثال مرونة العرض السعرية تكون S Q S بينما مرونة الطلب السعرية تكون D Q D يجب أن نميز بين مرونة العرض السعرية ومرونة الطلب بشكل مركز أكثر نصل الآن عزاء الطلب والطالبات إلى نهاية درسنا لهذا اليوم ألقاكم بدروس قادمة إن شاء الله وإلى اللقاء